رحمة الله تعالى وبركاته متابعين على قناتكم فسحى مرحبا بكم من جديد في فيديو اخر نناقش فيه واحد الفيديو اه كنت اه تلاقيتو بصدفة تحت عنوان العيشة او السلول ستاج للخر اه فكان ديال اه ديال هاد السيدة هذي ناعمال اللي فا تنشطو في قناتي مربوحة انا ما كنتش صراحة الله شفت الموضوع ديالها اه في تندنس هاد الايامات ولكن ما ما كنتش باغي نقدر عليه اه لان القناة غدا في واحد الاتجاه حاليا ماشي ماشي ديال هاد الموضوع اه ولكن باكت تلقى يعني بعض الاشياء بعض ناس يقول لك رافيك الهدراء بزا فيك الهدراء ولكن لا اه علينا ان نقوم بتحليل اه بعض العقليات يعني لكننا باغين فعلا انتور ديالي انا كي كان قولوه انتور ديال بزافة الاخوان هو اه يعني توعية الناس اللي مازال ما بغاوي في قوة الموضوع ديال الملكية والامور سياسية في المغرب ومازالين عايشين على واحد الوهم اللي مبغاوش يفيقوا منه ما بغاوش يتيقوا انه هو سبب اه سبب الفساد للمجتمع المغربي ويعطل عجلة التقدم واللي هو كي كان قولو وسيلة في يد اياد خافية يعني ارادت للمغربي ان يبقى اه هكذا مثله مثل اه العديد من الدول الاسلامية ولكن ما نتعمقه بزاف نمشي ولموضوع بزاف نمشي ولموضوع افوان ديالنا يعني بينما قلت لكم انا اتجول في فيسبوك تحت في الفيديو تحت ذاك العنوان فاشتوا واحد الفيديو اللي هو قمة في العباتية وقمة في التفاهة وقمة في الشمئزاز يتيروا ليش مئزاز ويتيروا الضحك في نفس الوقت فمنين شفته تفكرت واحد الواقعة كانت وقعت ليش حال هادي في المغرب اه معاشي عقليات اللي هما بحال هادو واللي هما يساهمون في في طغيان النظام ويعني يستعملون يعني فابور مجانا يستعملون اه ليش يرسخوا ذاك الدكتاتورية وذاك التقديث وذاك التأليه ديال الدكتاتور رغم انه هو من يفسده في البلاد المهم ما اكترش عليكم في الحضران خليكم تسمعوا ويستعملونه كورقة اه تهديد في وجه المواطنين الذين يحاولون ان يعبرون عن ارائهم نخليكم تسمعوا هادشي واراءكم ان شاء الله في التعليقات وقالوا للناس من يلمسح لك الغيوانات المالك مكانش عليك زيديه معاه صحب تقسيات الحمر الشيافة تشليك يغسلهم تقسيات قالوا له قالوا مراه قناس علي المالك وتمسح لك الكلمة قالوا من يمسح زيدنا ما تزيدش معاه وقالوا للناس فكيما قلت لكم انا هاد الموضوع ما كنتش باغي نهدر عليه ولكن هاد العقلية فكرتني في يعني في واحد الموقف كنت كنت ما تعرفت له انا شخصيا ولكن حضرت له بينما كنت في المغرب واحد المرة وكانت زيارة المالك في المدينة وكنا ركبين في تاكسي في جرون تاكسي ففجأة جا وقفنا البوليسي وقف ذاك الجرون تاكسي قالوا غاد يدوز المالك وبقينا واقفين تماما وساين يا ما تساين ساين يا ما تساين ساعة الأولى الساعة الثانية الساعة الثالثة ونحن ننتظر هاد بسلامته يدوز وكنا نقولوا موقفين طريق وموقفين أشغال الناس يعني ما يشغلهم ما تابعك ما عندك ما عندك يعني سوقك هاداك هو ودايز انت تساين يعني ما كنت شغلت في واحد الوقت محدد يقدروا يقولوا قام مثلا يقدروا ترق واحد الربع ساعة ولا ثلاث ساعة كي كان يقولوا نظرا البروتوليكولات والأمن وذلك وكشي وتخربيق اهواخة ولكن ثلاثة دسوائع هو بقيت يتكسلوا الناس موقف مدينة على قدها فواحد السيد معنا ما ما بغيتش نهضر المهم كنشوف ذاك المنظر لحقاش عارف رأسنا مع من عارف عارف مع من عايشين فاداك السيد قال اوه واشنا عارف قونا نهار كاميرا تابعين شغالتنا تابعين كده كده اوه ما ينقذوا له اوه ما ينقذوا له من حيث لا يدري اخوة اخوانوك العياشية شكنتا يوهدك سيدنا ونسينوه نهار ونسينوه سيمانا وفقراسنا وشكنتا اللي تهدر فيهوك هذا وماذا 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 انا بقيت كنشوف ذاك المشهد فما هدرتش لحقاشي لا هدرت ولا دفعت عليه حتى انا غايديروني في الوسط معاه ما لقلك ما غايديروا البوليس ما يقدروا يلصقوا لك اي حاجة راكم عارفين البلاد فتدخلنا باللين على الشيطان وكذا وهدؤوا النفوس وهذا ومطراباس وهذا ومقينا على الحياة دية رغم ان السيد ما ما انتقد ما ما سب ما ما قلل لا من قيمة المالك ولا من تشي حاجة فقد قال وتعالوا حكم اى ترغمنا Gregory ؟ ثم انا نقلل هذه الأداة ولكن يدفعونك إلى هذه الأشياء مستف� reply جدا مسيحة الاغبياء باش نسميهم كي نقولوا بهذه المسميات لتهديد المواطن العادي والمواطن الشريفة المالك يستعمل كورقة تهديد فكتلقى شي واحد اللي عنده سلطة ولا لما عندهش سلطة ولا هذا يهددك بالمالك فالمالك في حد ذاته يستعمل كورقة تهديد وحتى مثلا اللي كتلقى يعتدى عليه في حقوقه من طرف المخزن ومن طرف البوليس ومن طرف اسمه كتلقى هو تيريب والوضار فانا لا استوعبه مثل هذه العقلية صراحة الله وكيقول عاش المالك ورغم انه يعلمه ان المالك من اعطى الاهوامر والمالك هو المسؤول عن الداخلية ومسؤول عن الامن ومسؤول عن القوات المسلحة فاش يضربوك ومسؤول عن الامن اللي كيجي وكيعطاه الاهوامر كيوقفو فاش يجي الباشا والقائد ويريبو لك الضار ديالك ويخرجوك من الهرب مع العلم انك خمسين عام وستين عام وانتسا كنت سما ما كان فهمش للمدح عاش المالك ومنك تكون كتاكل طق عاش المالك فعقليات غريبة تعيش بيننا نخليكم شي شوية مع المجهد العابتي لانه مستمر في هذا الفيديو هذا بالرغم من انه صراحة الله انا جاني مقزز قلت له ارامو لي الحاسان ارامو لي الحاسان جايني هو وحوده اعقبال عندو يا لالا احتانا لمشي لعب اني كما كتشوفو مشاهد قمة في العابتية وغنيت ارى سيدي محمد الساديس ايال قاعدة في الدكانة وكاد دقي الحنار طبا ورى محمد الساديس اهولادي مزينو قطبا تمسحت فهذه لهم ناعمة فاشكنترا لها المشكل مع قناة مربوحة بغض النظار عندها الحق ولا هم اللي عندهم الحق احنا ما غديش ندخله في ذاك التفاصيل فهي يعني حينما استنفذت جميع وسائل دفاع النفس وسائل سميتو وقات رأسها ما صورت منهم تاشي حاجة فمبلها غير المالك تهددهم به ورجعت كي نقول في الارشيف ديالها انه مسح لها واحد الفيديو كانت تغني فيه على المالك فهو اذا عدو للوطن وقالوا لها مالين تاكسياد قال لها رجلها ما تزيديش مع داكسياد فالناس اللي اللي هوا معيشة وكي نقول لا يتوانون عن السب والشتم في التعاليق وشتهم كتروا هاد اليامات هاد مؤخرا فهاد اليومين ما عرفت شوش الفيديوهات ديالي تحطفش غروبات ديالهم ولا شي حاجة لحقاش هدي مدة يعني ما نقولش ما كينينش لحقاش هم ديما كينين حضرين معانا ولكن بدأوا يقلوا شيئا فشيئا مهم ولكن هاد اليومين هادو الوطنة ارتفعت بواحد الشكل اللي هو مهول فكين لكي يقول لك تخدموا أجندات خارجية وليقول لك جزائري وهدي تعودنا لها واصبحت عندي مناعة من هاد التعليقات هادو فاللول صراحة كان يقلقني هاد شي ولكن دبا ما بقاش يقلقني عزيزي العياش وانا كان هادر على الطبقة المتقفة من العياشة فصراحة الله اشفق عليك عندما تنتمي لمجموعة او جماعة او واحد الانتماء فكري من هاد النوع يعني وتسمي انت نفسك بلمتقف يعني فبعض الاحيان بعض المرات كتكونك تدره دراع عادية حتى انك لا تنتقد وتسرد واقع اعتاريخية عادية فيتهجمون عليك لمجرد انك ما قلتش سيدي وما قلتش لالله حينما تذكر اسمع الامراء والاميرات يعني فيريدون ان يجبرونك فالخائن في نظري صراحة الله مشي هو الذي ينتقد الملك فالخائن لوطنه هو الذي يعطي قدسية للأشياء وللأشخاص أكثر من الوطن فالوطن اسمع من الملك نقوله يمشي ملك ويأتي ملك يمشي رئيس ويأتي رئيس ولكن كنتم تعطي واحد القدسية واحد الاعتمام للوطن ويتغيروا عليه نفس الغيرة التي تغيروا على الملك فقط نصلوا بجل نشوف شي حاجة شي فساد ولا شي رشواء ولا شي شي اختلاس ويأتي بالنفس ويأتي بالنفس ويأتي بالنفس ويأتي بالنفس الطريقة التي تدنصي بها واحد ينتقد الملك ونعرف مين وصلنا ولكن هنا يكون اختلاس وصارقة ورشواء وشي 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 الفساد الذي هو في البلاد نتزم الصمت ولكن حينما ينتقد شخصيا لنه لنه فقط كيف قلو تقديس الملك قلتها مرارا وتكرارا وأنا ألاحظ من خلال التعليقات فأصبح تقديس الأخنوش وتقديس للملك وتقديس للحموشي وتقديس لبعض الأشياء والأشخاص اللي هي صراحة الله واحد الفكر ما غديش يوصل بنا لشي حاجة وما عندوش أهداف من غير استعباد المواطن والضغط عفوا عفوا قلت الضغط النفسي الذي لن يولد يعني إلا الاختلالات النفسية والمجتمعية فبالنسبة للناس اللي هم عايشين برارهم كي يعبروا كيفما بغاوا أما بالنسبة للناس اللي الداخل رغم رفضهم لهذا الواقع فهم لا يستطيعون التعبير واللي يعبر يعني حتى وإن عبر بأدب ولم يتجاوز حدوده فهناك بعض الناس يرون ويريدون أن يفرضون عليك أن تقديس الملك هو واجب وطني في حين أن حماية الوطن من الملك هو واجب وطني لأنه ملك مفسد بكل اختصار وما زال عندي ما نقول وما بغيتش نزيد نطول في الفيديو كانت هذه فقط نبدأ على مثل هذه العقليات وأكررها مرة أخرى بالنسبة لعيشة اللي كسبو في التعليق تنتمي لهذا المدرسة اللي هدرنا عليها اليوم فإذا كنت شخصا متقفا فعيب عليك shame on you شي اللي غنقول لكم وبالنسبة لجميع الأحرار دمتم في رعاية الله وإن شاء الله احتل عيشة يستفيقوا من غفلتهم أو يستفيق على الأقل بعضهم لكي نزيدوا بهذا البلاد القدام لأنني متأكد أنهم لن يستفيقوا جميعهم وما زال قدمنا عمل كثير كي نقول فاستمروا في انتقاد الواقع المغربي بدون هواداء يوما بعد يوم حتى يتعودوا ويتعلموا ما هي حرية التعبير عن الرأي وإلى اللقاء في فيديو قديم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر